مباراة الأهلي والوداد يوم الاثنين اللي جاي خلاص احنا نتكلم يعني بتوقيتنا اللوقتي بكرة يعني إن شاء الله شايف المباراة دي هتبقى ماشية ازاي المباراة أنا في فوقة نظري 50-50 نادي الأهلي مطالب اللي اهتمان بأول ربع ساعة في المباراة كريم يعني خلي بالك جمهوري الوداد فعلا أنا في فوقة نظري جمهوري يهز الحجر زي ما يقوله يعني أنا شايف قوة قوة الوداد فاحة جبران الهفدفندر هو ده مفتاح لعبهم او الكي بلاير بتاع بفرنا انت لعبت قدام الوداد كمدرب صحيح؟ ايه يعني الوداد بقى انت أكتر واحد هتبقى شايف الوداد في الملعب تكتكيين فنيا على مستوى الفردي انت أكتر واحد ممكن تغشش الأهلي ممكن يتعاملوا زي ما هم مميزين في الكورة السابتة عندهم سرد باكين طوال جدا عندهم زي ما قلت لك الدودي في نص الملعب ده لعب كبير جدا يا كريم صح اللعيب كبير ممكن هو 33 سنة بس لعيب كبير يعني يخلي بالك تحس في الملعب اللي هو ما بيجريش كتير يعني تحس اللي تشيرت ممكن ما بيعرقش بس بتلاقي في كل حتة وكورته سليمة زي ما بيقولوه انا شايف قوة الوداد في يحيا جبران والدودي دول مركز قوة الوداد اللي هم بيلعبون من نص الملعب يحيا جبران من نوعية الدفندرات اللي بينزل عشان يطلب القرى من السرد باكين وهو اللي بيبدأ زي ما بيقولوه يوزع صح اللي هو اللي احب لكبير كبير بالزبط عندهم الراجل تنتر الفيرود منهم الفراد الهجامة اللي هو البنزل اللي هو الأفريكي ده منهو الهجام هو هتلاقيه بيخبط ويرزع زي ما بيقولو الاطراف عندهم رقم سبعة اللي هو ناحية اليمين من الهظفات الكويسة اللي بيعرف في عمل الكروس وهو بيجري لكن عندهم مشاكل دفعية يعني خلي بقى عندهم مشاكل دفعية برضه حرص المرمى مش مش بالشك يعني حتى لو تفتكر تزديد سي زيزو اللي هو حطها فيه من مسافة في الجن الأول في مطش الزمالك هو مش أحسن حاجة لكن هو في الكورة اللي عالية بيطلع ياخدها كويس لكن في حيطة التزديد مش 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 أحسن حاجة لكن هي ما أقول لك أهم حاجة في المبارا دي أول ربع ساعة اللي زيت متصد ضغط الجمهوري ده اللي انت لزيم تلعب الكورة في الرجل للرجل لو سجلت هدف دونادي الأهل سجل هدف في الوداد المبارا أنا شايف حتتسهل على نادي الأهل اللي هما هيبدأوا يضغطوا هيبدأوا المعايزين يتعادلوا فهتلاقي مساحات واسعة كبيرة بس تعرف وقت الزمالك لما سجلت الزمالك هدف مبكر في الوداد أنا قلت زي كده والزبط إن المباراها تتسهل على الزمالك عشان احنا ترجعنا يا كريم عشان احنا ترجعنا وخلي بالك الأهدف بتعطمتش الزمالك كلها غلطات فردية واحدة بالبوكس وواحدة مش عارفة إيه كلها غلطات فردية لكن انت النهاردة لو كان عندنا تماسك والغلطات الفردية دي قلت والله ما كنتش ترجعت قوي وبرضه في بعض اللعبة معدلاتها البدنية ما كانتش عالية في المبارا أنا كلامك بصراحة واللجوان اللي دخلت فينا كلها غلطات فردية لكن انت النهاردة لو مركز ومفيش غلطات فردية وفيه تركيز مية في المية صدقني المباراة كانت هتختلف في النتيجة طب انت بشكل عام شايف كسكواد وكتشكيلة وكطريقة لعب من أقف هذه المواجهة الوداد ولا الالف؟ بعيدة عن الجمهين وبعيدة عن المدرجات أنا شايف 50-50 50-50 اه خمسين خمسين يعني خلي بالك هما فرقة كويسة برضو فرقة منظمة فأنا شايف الماتش صعب على الفريتين جدا وخلي بالك ماتش النهائي يا كريم يختلف عن الماتشات دورة المالك هديك شوف النهاردة لياب مديد وليفربول على الوراء ليفربول يكسب بالضبط كده فخلي بالك يعني انت ممكن تؤدي بشكل في الدولة المجموعات لكن في نهاية شكلك يختلف خلص صح الضغوط غير والتركيز غير وتجهيز المباراة غير صح فأنا شايف في وجهة نظر المباراة خمسين خمسين المباراة صعبة بس أنا بقولك المباراة دي ممكن الأهداف فيها هتبقى ليلة مش كتير اه ويعني ممكن تروح لوقت إضافي ممكن واحد سفر لكن اللي هو يبقى فيه 2 و 3 وانا شايف اللي هيبقى صعب صح كابتال أمير شرفت ونهارتك العادة دايما حقيقي بس نمتع بتواجه ربنا خليك كريم وانا للسعيد اللي وهارد لك النهاردة حبيبي حبيبي يا كابتال أنا غريب والله أنا مش الناس مش عارفة تبريك لي ولا ت بس أنا نهاردة كنت حزيني واحد بشجرة ياما ديتو كان حزين جدا النهاردة مش عارفة أفرح لهم لأ بص هي خلي بالك كريم برضو احنا هيدروس خلي بالك النهاردة انتكلمت حاجة كويسة جدا في المقدمة انت كلمت الناس دي بتنظم بس كان عندهم مشاكل صح انت فاهمني صح مش عايزين نبص للناس دي اللي هما لا هتلاقي في مشاكل وهتلاقي كذا فمش عايزين نبقى بسط للناس دي اللي هما أحسن حاجة لأ انت برضو الناس دي بقى عندها سلبيات وعنده و النهاردة شفت الناس بتدرب من غير تذكروا وبتنطوا وبتجري فبردو يعني نفس الموضة بتاعت الناس دي أحسن حاجة والناس لا مع عندهم أختار اشتركوا في القناة